أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة هدفها لا تيسير على المواطنين الراغبين في لا تقدم للتصالح وذلك في بعض مخالفات البناء والاستجابة لشكواهم والعمل على حلها وخلال استعراضه تقريرا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة حول ما تم من جهود للتعامل مع شكاوى المواطنين بشأن هذا الملف أشار مدبولي إلى همية تقنين أوضاع المباني المخالفة منذ سنوات مؤكدا أن المستفيد الأول من التقنين هم المخالفون الذين سيصبح لهم وضع قانوني بعد التصالح ورخصة بناء وستتوفر لهم الخدمات من جانبها أوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية طارق الرفاعي أنه تم التعامل مع 3781 شكوى وتم تصنيفها على أسس جغرافية تبعا للمحافظات التي وردت منها ترجمة نانسي قنقر